ستفتح الحكومة الكورية اليوم الخميس باب الحجز لتلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 60 و 74 عاماً ووفقاً لفريق العمل الحكومي المعني بالتطعيم سيمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 70 و 74 عاماً القيام بالحجز في برنامج التطعيم بدءاً من الساعة العاشرة من صباح اليوم وتنتهي مدة الحجز يوم الثالث من يونيو وسيمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 65 و 69 عاماً البدء في الحجز يوم الاثنين القادم ويليهم من تتراوح أعمارهم بين 60 و 64 عاماً يوم الخميس وسوف يتم تقديم التطعيم لتلك الفئة العمرية في حوالي 12700 من المنشآت الطبية في جميع أنحاء البلاد في الفترة من السابع والعشرين من مايو وحتى التاسع عشر من يونيو وسيحصلون جميعاً على لقاحات أسترازينيكا موسيقى موسيقى موسيقى